نعم بالتأكيد يعني حقيقة أزواح الزواج على ملابح المواطنين في المحافظة بعد الحسارة القاسية جدا ولا سياسات بعد ظلام تحكيم واضع وهذا ما يتحمله الحكم الإيراني وحكم اتحاد لا سوى أنه يحسرم فهذا حكم لقيادة مباراة مصردية ومهمة ماضينا العراق والأردن هذه المباراة كانت تحتاج إلى حكم أكثر خفاءة وحكمة لقيادة في الهاتف الأمبارات مهمة الجميع فيها بالتحمل الحكم المسؤولية وبالتالي هو اليوم الجماهي الراضية على أداء المتحب وقدمها عليه لكن الحديث يكون وحديث كثير جدا عن احتفالية احتفالية أيمان أحسن يعني جميع تحدث بأنها لا تختلف كثيرا عن ما جرى في شهر العالم وبالتحديث احتفالية ليوم ميسي وأيضا هي ردا على احتفالية السريقة التي تقدم في ذات المباراة إذا لماذا فقط اقتصر هذا السرطة الأحمر على أي من أحسن ولم يستخدم لعديل عديل منتحب الأنسل بالتأكيد هناك ظلم مواضح على المنتحب العراقي وهذا تكرر لجميع المشاركات للمنتخب يعني حتى في سنوات أسابقة في بطولات سرطة الأنسل ساهدنا ظلم وأقروج بمثل هذه الطريقة وهو تقصر مستمر وهذا يجير على فصل الانتحاد الأسوي في اكتراء حسام لخيادة انتحاد الانتحاد المباريات مهمة طيب حسين أبرز مطالب المواطنين وأيضا ماذا حول مطالبات الجماهير في باب الحول فتح تحقيق بالفعل فيما جرى خلال هذه المباراة أكيد نور لابد من أن يكون هناك تحقيقات وهناك تعتراضات من قبل أجوام العراقي وبالتحديد للتحاد العراقي وتصدر وأن هذا المنتخب قدم له كافة من المعاشرات ودعم حكومي وهو قدم عليه لذا اليوم لابد من أن يكون هناك تحقيقات وأطراض لدى الاتحاد الآسوي هذا على الحسب بالتحديد وهو من ظلم العراق وهو من خسر العراق وحمل الجمهوريوم وحمل الحكم من ثلاثة الخسارة ومن ثاني السبب في عدم وصول المنتخب إلى أجوار قادمة المنتخب قدم مباريات ممتازة في دور المجموعات وحتى في المباراة لكن أصدر لأسى بعد هذا المنتخب للمنتخب العراقي أصدر كثيراً في تجريات المباراة وحتى جعل مدر المنتخب لنا ساسع في ورطة بعد انتهاء أو بعد ان انتهت يعني جميع تبدلات لديه ولا حلول بقت وهذا ما استخدمه الجانب الأردني وحتى الجانب الإيراني أو الحكم الإيراني لقوض الأردن وبالتالي نشاهد أهم للمنتخب الأردني وهي سريطة هذه المباراة تعتبر سريطة من قبل الحكم الإيراني طيب انتقل إلى الأنبار والزميل مصطفى مهند مصطفى العديد من الأوساط الرياضية والشعبية حتى حملت حكم المباراة مسؤولية هذه الخسارة ما هي وجهة نظر الشارع حول ربما الانحجاز الظاهر الذي ظهر عند الحكم الإيراني في هذه المباراة نتحدث ضد الفريق العراقي ضد المنتخب العراقي اليوم مساء الخير عليك زميل وعلى كل الزمراء الموجودين نعم الحزن يخيم على وجوه الشعب العراقي بسرعة عامة وبالخصف أهالي الأنبار حول هذه يعتبروها المهزلة التحكمية من الحكم الإيراني حول حالة الطرد لنجم المنتخب الوطني أيمن عسيان كانت احتفالية عطوية على غرار احتفالية المنتخب الأردنية التي احتفالها نفسها باحتفالية ولكن طرعا ما تسرع الحكم الإيراني بحالة الطرد التي غير منصف التي الكثير من الصفحات العالمية لأشهر الحكام العالمية التي وصفوها برد فعل مسؤولية جدا عجيبة على هذا القرار القرار العجيب وأيضا طالبوا الاتحاد العراقي برفع دعوة وشكوة ليس الاتحاد الأسهل فعص ولكن إلا الفيفا إلى محكمة الدولية الفيفا للنظر بهذه الشكوة ليس إلا ممكن كانت فيها سابق إعادة لمباراة البحرين وأستراليا 2011 كانت هناك إعادة لهذه المباراة كان هناك السبب وخلل في التحكيم الذي كان سببا بفوز المنتخب الأسترالي نعم الشعب الأنبار اليوم متكاتف مع منتخبنا الوطني مع هذه البطولة مع الهداء الجميل الذي قدمه خلال المباراة السابقة ولكن نحن أيضاً نشهد على أزل الاتحاد العراقي لتقديم هذه الشكوة لرفوع معنويات العراقيين ورفوع معنويات المنتخب الوطني مستمرين أهل الأنبار مستمرين بدعم المنتخب الوطني في السحقات القادمة ليس له ولكن بعد 50 يوم هناك السحقات ومباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم نعم بكل تأكيد طيب كيف كانت اليوم بالفعل ردود الأفعال وآراء المواطنين في الأنبار حول أداء منتخبنا الوطني العراقي في هذه المباراة مصطفى نعم كان أداء المنتخب الوطني في الشوط الأول أداء دون المتوسط كانت ودود أفعال الجماهير العراقي والجماهير الأنبارية غاضبة من أداءهم في الشوط الأول لكن سرعان ما تحسن في الشوط الثاني من خلال زج بعض اللاعبين المتميزين أمثال مرخاص زوسكي والزيدان إقبال الذين حركوا من مجريات المباراة وغيروا النتيجة أيضا وكانوا هناك طارق كبير جدا عن الشوط الأول مع هذه التغيرات ومع هذه التشكيلة نتمنى أكيد لمنتخبنا الوطني المزيد من التألق ومع إبقاء المدرب كاساس على هرب وقيادة المنتخب الوطني كنا نداعمين وكلنا مؤيدين لبقاء المدرب كاساس نفس الوقت أيضا الهجمة الشدسة التي ظهرت من بعض الإعلاميين المحسوبين على الإعلام العراقي في المؤتمر الصحفي الذي تسبب في انزعاج المدرب كاساس كشعب العراقي كمحللين المهتمين أصدروا على دعم المدرب كاساس في السقاغات القادمة طيب أنتقل إلى عماد علي من نينوى عماد ربما هي خيبة أمل بعدم الصعود إلى الأدوار القادمة من كأس أمم آسيا لكننا ربما كما يقول لك الكثيرون خرجنا بتشكيلة عراقية جيدة جدا لا ربما بل ممتازة بالتالي كيف تصف لنا الأجواء كيف بدت الأجواء وردود الفعل الشعبية والجماهيرية في نينوى على ما حدث اليوم عقب انتهاء هذه المباراة نعم طبعا تحية لك والزملاء والمشاهدين الكرام اليوم في محافظة نينوى يعني يسود الحزن على مشجعي المنتخب العراقي وحتى المواطنين يعني هناك كانت حسب ما يذكر الشرع المصلي ورياضي محافظة نينوى كانت هناك أخطاء تحكيمية واضحة من قبل الحكم الإيراني ويعني قبل قليل وردتنا أيضا عن صفحات التواصل الاجتماعي تم غلق حساب الحكم علي رضا الإيراني بسبب كثرة التعليقات من قبل المشجعي المنتخب العراقي اليوم الشرع الموصلي وكرياضيين كلهم يعني يعولون على هذا المنتخب إلى البطولات القادمة يعني كان أداء المنتخب أداء جيد في الشوطة الأول كان ربما نفتقد إلى المنظومة الدفاعية ولكن سرعان ما تحسن في الشوطة الثانية يعني كانت مباراة جميلة جدا ولكن الأخطاء التحكمية حسب قول خيسوس كاساس كانت هي من أنهت المباراة مع الهدف الثاني الذي دخل على المنتخب العراقي كان هو أحد الأسباب في خسارة هذه المنتخب ويعني الشارع الكثير يقول يعني كانت الاحتفالية واضحة وأمام أعين الحكم الإيراني من خبل يعني الفريق الأردن ولكن لم يرى فقط بس رأى أيمن الذي هو كان يحتفل داخل الملعب بهذه الاحتفالية العطوية أيمن هل ربما ما فعله اللاعب منتخبنا الوطني أيمن حسين كان يستحق بالفعل الطرد من اللعبة بحسب آراء المصليين وأبناء نيواء اليوم نعم يعني مثل ما شاهدنا السيوات التحليلية يعني كلها كانت تنتقد هذه التصرف من قبل الحكم يعني كانت لقطة جدا عفوية وها كان أي لاعب من الممكن أن يفعل بهذه الاحتفاليات لكن لربما يعني هناك يعني من حكم المباراة هناك تفسير آخر لهذه اللقطة من ثم يعني طرد أيمن الذي كان يعني لربما الفريق كان يعول عليه الكثير يعني اليوم وبصدفة أحد الأشخاص ذكرنا يعني يقول أن اليوم نحن لن نم نخلص من القصف الإيراني وثراعات الإيرانية حتى بات الحال ووصل إلى كرة القدم يعني بالعبارة العادية يقول يعني جونا نهنا لحقون الكرة القدم يعني أشارع العراقي نعم يعني أشارع العراقي حزين جدا ولكن يعني نرى أننا ظهرنا بمنتخب جيد جدا وإن شاء الله إن شاء الله كل توفيق